شو رايكون نعمل قطيب كريسبي او زينجر بالصمون وبالبيت بابسط الطرق واسهل الطرق تابعوا معي طريقة التحضير وشوفوا كيف عملت قطيب كريسبي بقراس الدجاج لتحضير الكريسبي اول شي انا عندي طحين رح عامل الخلطة طحين معلقة ملح معلقة كاري شوية هالمطحون وشوية فلفل ابيض وعندي بهارات البطاطا وطبعا حطيت شوية ماجي بودرة الماجي مع الكاري بخلطهم بعضهم وبقيمهم على جنب حط صحن تاني طحين لحال بدون اي شي بعدها بجيب بيضة بحط عليها خل ابيض او خل التفاح ورشة بهار وبزيت فوق مي وبخلطهم ما بحطهم على طاق البيض بجيب قرص الدجاج متل ما شفتو بحطوا بالطحين اللي ما فيه اي شي بعدها بحطهم فوق البيض والمي بعدها بحطهم بالتبل اللي انا عملته البودرة يعني الطحين والبهارات هيك لحتى تخلص معي كل الكمية فيكن تعملوا بصدورة الدجاج فيكن تعملوا بالراس الكبابي هي تبعت راس اللي عملناهم بالوصفة السابقة هلا بحمي الزيت كتير منيح وبقليهم وبقلبهم على الطرفين بعدا بحطهم بالمصفاية وبصفيهم هيك صاروا كأنهم بروستد او زينجر طعمي ولا اطيب من هيك بحضر اللي بدي ادهنوا بقلب الصمنة مايونيز وكتشاب طبعا هدا اختياري بتحبوا صموم طويل بتحبوا مدور مثل البرجر هاي شغلة بترجع لكم انا حطيت من الكاتشاب والمايونيز مع بعض وحطيت خسة وحطيت بنادورة وهلا القراس بما انه الصمونة طويلة رح اطعم بهذا الشكل طعمي بتاخد العال والابهارات الفياء كتير لذيذة وعم تقرش بحطها اللي مايونيز وهي كانت النتيجة النهائية القراس عم يقرشوا قرش ان حطوا في الصمونة صارت بتاخد العقل اطيب زينجر او كريسبي ممكن تعملوها بالبيت بابسط الطرق واسهل الطرق اذا حبيت وصفاتي فيكن تابعوني على قناتي على اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي وصفحة الفيسبوك كمان صفحة المطبخ الحلبي